الحكومة وفيها أزمة اقتصادية لم تمر في تاريخ عراق بهذه الكلمات وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تسببت بعدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفيها حقيقة هذه أزمات متراكمة وليس أزمة واحدة لذلك يعني عليه انتخاذ قرارات جريئة القرار الأول يجب أن يكون إلغاء مزاد العملة مزاد العملة يعني يخسر الأراح حوالي 4 مليار دولار سنويا هناك أيضا الفساد منتشر في عملية شراء الحصة التموينية ما يقارب من مليارين دولار يسرق سنويا من هذه إجراءات اتخذتها الحكومة بالاقتراض الداخلي لتأمين المرتبات قابلها رد برلماني برفض ضمني لمقترحات وزير المالية بالاقتراض لأنه سيؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها بحسب اللجنة المالية النيابية لتبقى مرتبات الموظفين معلقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسط ترقب العراقيين بيأس وجيوب خاوية لمصير مرتباتهم راتبنا نحن كموظفين مرتبين أمورنا المالية حول المعيشة وأطفالنا على موعد محدد من الراتب يعني على فترة 30 يوم مني تأخر أكثر من 30 يوم اللي هو صار له بالنسبة لي ما مستلم أكثر من 45 يوم طبعا أثر عليه سلبيا وعلى أطفالي وعلى يعني معيشتي المحسوبيات والمصالح الخاصة وتسييس هذه الأمور هو السبب الرئيسي بتأخير الراتب مسألة تأخير إصدار رواتب الموظفين والمتقاعدين في داخل العراق أعتقد هي مسألة سياسية بحثة أكثر من 40 يوما مرت والموظفون العراقيون بلا مرتبات ولا حل يلوح بالأفق في ظل انقفاض أسعار النفط إلا بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي الذي سيؤمن تلك المرتبات يرى مراقبون أن تأمين الرواتب لن يتحقق قبل منتصف الشهر الجاري في أحسن الأحوال ما يعني أن ربع العراقيين تقريبا سيحرمون من مدخولاتهم المالية ما يفقل كاهلهم بعبء جديد إضافة إلى أعباء كورونا سامر الكوبيسي الحدث بغداد